اشتركوا في القناة ونشوف في الخريطة هذه قديمة قبل مجيء الفرنسيين في 1778 يعني تقرية القرن قبل مجيء الفرنسيين تشوف حتى الملامح انتها الخريطة هم غالطين يعني في الخريطة هذا ندلي على انها قديمة الخريطة وتشوف في التسمية بارباريا بلاد بلجيري هاي مكتوبة هنا يا بلجيري وهذه خريطة بريطانية وتعد الى 1778 قبل مجيء الفرنسيين مكتوب بلاد دالجيري بكل وضوح وهذه خريطة قديمة تشوف يعني الشكل ديالة كيفاش رأي مخدومة تعرف باللي هي رأي قديمة قبل مجيء الفرنسيين وكان خرائط كثيرة من اسبانيا هولندا بريطانيا طاليا ايطاليا وفرنسا حتى بدتها دائرين عندهم جغرافيين كانوا الجغرافيين كانوا متقدمين يعني العلم الخرائط كانوا متقدم بسكو كانوا عندهم الحملات الاستعمارية توجهها امريكا اللاتينية وامريكا الجنوبية وكل دول العالم كانوا متطورين البحرية التحام كانت متطورة في صناعة الخرائط فاذن وكانوا كانين خرائط كثيرة قبل 1830 وهذه الخريطة هي دليل قاطع على اسم الجزائر يظهر بوضوح في الخريطة قبل مجيء الفرنسي قبل مجيء الاستعمار الفرنسي وسوف تشاهدون نخليلكم الفيديو هنا عند اللي في الرابط وهذا الشخص هذا هو مروكي في الحقيقة قال له انه مولود في المروك والدعب ان الجزائر فبركتها في فرنسا واليوم يعني جاوبته في حينه عندما صبت الفيديو التاعه في اليوتيوب هذه مدة عام لكن لم يجيبني واليوم راح اكذب كل ما قاله في الفيديو اولا نخليكم تشوفوا الفيديو وبعدين نعاود ندخلوا في الاجابة على هذا الشخص هذا اخرج لم يصرف بلعابة على هذا الشخص ويصرف بلعابة على هذا الشخص سيطها أحدها سيطها 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 أحدث في القناة سيطها 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 مدى هذه الأمساجية التي تكون على الأمساجية التي هي كثيراً تستمر في العالمية. أولاً سيكون من الأمودة. أمودة هذه الأمودة لمدة أمودة للحصول، الذي يزالك في المنزل برداء أمودة إلى مباشرة. أولاً سيكون من الأمودة التي توجد تقريرها هذه الأمودة ومقال بحكرة أولئك أن تحديث من منرحو الضوارتي أنت، ومقال بحكرة أمول إليها، إنه من المساعدة أنه ليس بحكرة أولئك، أنه لم يكن قد يتحدث من البياء، في حلقها وإن دقاء، يجب أن أولئك، وغلا يتحدث من مقالبات أولئك. أخرى، في رؤية، فيه، فيها النجوية، فيه الصراحة بشثية، يقولون أن الأشخاص أجل، يقولون أنها تلقوم بسهولة لعبول الكولونيسات وما يقوم بسهولة في مكانية على مكانية لا أكثر وما يتقدم يقولون هذا المخارج وحاولة بنية حيث بطلع هناك صحيح وإنها هذا الأمر 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 هؤلاء الأمر الأمر كما رأيت كلام يعني صب كل غضبه على الجزائر ودافع على مملكة المروك وهذا الدليل قاطع على أن الشخص هذا مأجور من طرف المخزن التعلم الروك اللي ضحت كل ما هو جزائري وطعنا في الشرعية التاريخي وكل شيء وانا حطيت مقطع برك ما كملت حطيتش قال المهم عند كائن الفيديو هذي موجودة في اليوتيوب أولا السؤال يطرح نفسه بنفسه هل لو لم يكن حرب ضاروس سبع سنوات ومليون ونصف شاهد هل كانت فرنسا تعطي الاستقلال الجزائر هل فرنسا تصنع الجزائر إذا لم يكن هناك حرب سبع سنوات ومليون ونصف شاهد أنا السؤال نقول بلي فرنسا ما تخرجش لو كان مكانش الحرب لن يكون هناك بلد اسمه الجزائر لو لم يكن هناك شهداء ولم لم تكن هناك حرب تحرير يعني كان مقاوة مقدمة منذ أن دخلت فرنسا إذن هذا كلام غير منطقي وهو يعني مو عن حقد لأنه يمثل تيار في فرنسا وفي المروك تيار مناهض للجزائر وهذا معروف مكان شغاله وكلامه يعني يذكر الكلام تعال المفكر البهلواني اللي نعرفه كثير على البلاطوهات في فرنسا الملقب بزياريك المهم هنا نشوف اللي هو يدعي على أنه فاخور بأنه في أوروبي ويقول بأنه لا ولن يعتذره عن الجرائم تعال الاستعمار رغم أن الاستعمار يعني تنكر لكل الفضائح الاستعمارية في إفريقيا وفي آسيا وفي كل الجزر المحتلة والاستغلال تعالعابيد والاستغلال في الأراضي كل هذه كل هذه أنا لا أعتذر لأنني هو يشوف لأنه حقه أن يروح يستغل الدول أخرى ويقوم كل ما هو معروف عن الاستعمار في إفريقيا وفي كل بلد الدول التي استعمروها وهذا إنسان كما هذا يجي يعطينا دروس في التاريخ إذن أعطيت أنا جاوبت جاوبت في وقتها أنا داك لكن كل الأجوبة ديالي حطها غطاها 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 باش حتى واحد ما يرد ما نمحهاش لم يمحي الأجوبة التاعي لكن غطاها بحيث أي إنسان ما يشوفهاش نشوفها غير أنا وحدي والآن عاوت وليت الأجوبة هذيك وعاوت جبدتها وراني انشرتها هنا في الفيديو هذا اللي حبي يقراها وعني أشخاص كما هذو يعني معروفين محسوبين على الاتيار الموجود في المروك وفي الفرنسا وهما والآن لاحظت بلي كثير من المعلقين في اليوتيوب وفي الفيسبوك ومنها من المروك يعني يعاودون نفس الأطروحات انتع هذا الشخص هذا ويعاودوهم يعني المخزن دار هذه الأطروحات هذه والأطروكات يعني حكاية هذه دارهم أساس للسياسة انتعه الخارجية وهذا الآن ذو كحناية في الجزائر عندما نشوف أمور كما هذه يعني أنا نبدل حق الجيش انتعنا والدولة انتعنا أيدي استثمروا في الأسلحة يطوروا الأسلحة يطوروا الجيش هذا يعني 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 مطلب مطلب شرعي ان تكون عندنا اسلحة متطورة لأننا الناس متكالبة على الجزائر إذن والسلام عليكم هذه هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة